احنا معانا حوار ولقاء مع باترس كارتيرون تعالوا دلوقتي نطلع لي هنسمع جزء وبعدين نرجع نعلق عليه وهكذا حتى تنتهي او ينتهي الحوار مع باترس كارتيرون مستر كارتيرون يمكن النهاردة يدرت ان انت تتطمن على بعض العيب نادي الزماليك لابين زي حزيم امام زي كابتن ايمان حيفنا النهاردة تأجروه ما مفيدة نادي الزماليك النهاردة كتي سبحانه مشدة تحت جديد a حزيم ويشفني لكي نكمل الشغل وتحضير الماتش الجاي من الماتش الدوري ويوقف على مستوى البدنى لكل العيب تعالى زيال المبارات الإسماعيلي مسر كرتولون خاصة أن النادي الإسماعيلي الذي يمتلك أي رصيد من النقاط وخاصة أيضا أنه يمتلك جائز جديد شافة مبارات زي يمتلك مبارات جديدة إسمايلي يشانج دو ستاف يشانج دو ستاف ترى رغل عبارة لن نتعرف جديد نعرف أنه نحن سننزل مع إسمايلي هذا ليس مددًا ومع wellbeing تدرسل مع إسمايلي نعرف أنه نقوم بتعيد عملية لكن بعد بعده للمدرس مجرد عليكم أن أذهب من الارض وابد يكون هناك مددية ماتش اسمائية مش هكون سهل اول حاجة نحن نلعب برا قردنا اللعب هناك مش سهل وما بيغيروا جهاز على طول وبسرعة فالمراضي كمان جهاز جديد اول ماتش فهيبقى فيه حماس جديد ودوافع جديدة بالنسبة لهم واحنا خصوصا بعد خسارة الماتش اللي فدد الاهلي محتاجين نرجع تهدين حالب ونقاتل واني نبدأ قطارين من اولو جديد ونسبت مباراتاله لما احد مصر بضعات المصر communications اللات الدولية لغاية رسائلها المشيخ لتخلصا بعد خلاص الاني نحن يغريروا من خلالات النفسية ويقدروا أن تحديتاوا انهم مدنون يمكنت كتبالي حالب لماعقاء مع الامتش في حالب ومشيخ إليك ايجب او مدنئي المسيش لهم یعنًا يبقى ان تكون ارتفاع ومعقام بشراقي لهم ان يظرونوا في إحاجات ومعنا في تواجه لهم أعلم أنه سيحصل على نفسي. لم أحب محاول التفادي أفترض أنه رحلة أكثر. نحن 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 متأكد في الـ 3-1 حتى نحن نحن نتأكد في الـ 3-1. لقد كانت محاولة جدا في هذا الرجل. يجب عليها أن يأكد العادة. نحن نتجد نفسه ويجعل قادمنا ليس أعدادنا في الجديد هذا يجب أن نكون لدينا مغربات البعض لنا لا نحن مزيداً ويجعلنا أيضاً عن طريقة الأهمية التي تجدونها محاجمات لتجدونها ويجعلنا الأهمية لتحصيلها في تفكيراً ويجعلنا الأرض عندما تجدونها أمامنا كذلك كذلك كانت أمامنا كذلك 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 نحن نتحدثنا الكثير من الأمام ما نفعش تكمل الغلاطات ده في الملش بس كان فيه سوء توفيق وما كانتش شايف فرة الاهلي بهذه الكوة وكان شايفها موفقة أكتر مننا في الملش ده بقية احنا لازم نرجع نعيد حساباتنا ونشوف غلاطاتنا تاني ده برضو الملش زي كده يبقى لنا احنا لسه عندنا شغل كتير عشان المبارات الكبيرة خصوصا في ملشاة أفريكا كمان هكذا اعترف كارتيرون والاعتراب بالحق فضيلة انه كان فيه غلاطات منه ومن الزمالك في مبارات الاهلي وده كان واضح لأن نتيجة كانت خسارة الزمالك وقال انه ما كانش شايف النادي الاهلي كان كويس لكن كان عنده توفيق التوفيق ده بييجي طبعا للي بيحاول وإحنا ما كناش بنحاول وما حاولنا احرزنا ثلاثة هداف متأخر شوي لكن عرفنا كمان هو الست ايام الكتير دول كان ليه عشان يخرج اللعيبة من الحالة اللي كانت عندهم اللي ياخدوا اجازة رغم من اللي انا عرفه ان كارترو كان مقرر الست ايام قبل المبارات النادي الاهلي لكن ما فيش مشكلة اشتركوا في القناة